في إحدى دول الساحل الإفريقي وفي مسجد قرية من قراها تم تعيين إمام حافظ لكتاب الله عارف باللهجة المحلية ومتفقه في الدين فاستحسن الجميع ذلك وكانت العوائل تتنافس على إكرامه في بيوتها وخاصة في شهر رمضان وبعد مدة جاء دور عائلة ودعوا الإمام للإفطار عندهم فحضر الإمام بعد أداء صلاة المغرب واستقبل أحسن استقبال وأكرم غاية الإكرام ثم انصرف الإمام وهو يدعو لهم ولما بدأت السيدة تنظيف المائدة وتنظيم غرفة الاستقبال تذكرت أنها كانت قد وضعت مبلغا كبيرا من المال على المائدة فلم تجده وبحثت في كل الغرفة فلم تجد له أثرا ولما عاد زوجها من صلاة التراويح أخبرته الخبر وسألته إن كان قد أخذ المال فنفى ذلك وبعد تفكير تذكر أنه لم يدخل بيتهم أحد غير الإمام فتوصل إلى أن المتهم الوحيد هو الإمام فغضب وتساءل كيف يقوم الإمام بذلك وهو الذي دعاه إلى بيته وأكرمه أليس من المفروض أن يكون الإمام قدوة للناس؟ ورغم غضب الرجل كان حييا فكتم الأمر في نفسه واستحى أن يواجه الإمام بذلك ولكنه في نفس الوقت صار يجتنب الإمام كي لا يسلم عليه أو يحادثه وبعد مرور سنة كاملة وفي رمضان الموالي جاء دور نفس العائلة لدعوة الإمام إلى الإفطار مرة أخرى ولكن الرجل تذكر حادثة السرقة فتشاور مع زوجته وكانت امرأة صالحة فشجعته على ذلك قائلة لعل للإمام ظروفا قاهرة قد اضطرته لذلك والنعف عنه عسى أن يعفو الله عنه وبالفعل دعا الرجل الإمام فلما أنهى إفطاره سأله ألم تلاحظ أنني قد غيرت من معاملتي معك منذ رمضان الفائت قال الإمام نعم ولم أتابع الأمر لكثرة انشغالاتي قال الرجل أسألك وأجبني بصراحة لقد نسيت زوجتي مبلغا من المال فوق المائدة وقد اختفى بعد ذهابك وبحثنا عنه دون جدوى فهل أنت الذي أخذته؟ قال الإمام نعم أنا الذي أخذته فبهت صاحب البيت ثم أكمل الإمام قائلا لقد لاحظت المبلغ وكانت النافذة مفتوحة فإذا بتيار هوائي بعثر المال فجمعته حتى لا يضيع تحت الأثاث فيصعب عليكم إيجاده ثم أطرق رأسه وبدأ يشهق بالبكاء ثم قال أتدري لما أبكي؟ أن لا أبكي على اتهامك لي وإن كان بالفعل مؤلمة ولكن أبكي لأنه قد مر عام لم يقرأ أحدكم شيئا من القرآن من المصحف ولو فتحتم المصحف ولو مرة واحدة لوجدتم نقودكم فيه وفي كل درس كنت أوصيكم بقراءة القرآن وأذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أسرع الرجل إلى المصحف وفتحه فوجد المبلغ فيه كاملا فبكى واعتدر للإمام ووعده بقراءة القرآن هو وأسرته يوميا دون انقطاع يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم